السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين قناة رجاء التعليمية ازي انكم عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن صحة وابضل حال النهاردة ان شاء الله اولى سلاسل او سلسلة من لكل الطلبة في التأسيس اه من كيجي لحد الثالثة ابتدائي او ما فوق يعني اه يلا نشوف نلتق مع بعض او سؤال مهم جدا المفروض ان الطالب يكون عارفه ناخد لباننا من نقطة هنا الثالثة هنا ما بتتمتقش خالص بحنقول ايه اللي هي طبعا هو هيسقلني ليه مثل الاتش متنطقتش بسوتها اللي هو لاجن الضاليو اه كانت اقوى من الاتش وقالت له قاعد كده بعيد ويخليني انا اتكلم او اعمل صوت اه بتاعي فقالت ايه وا واكس واكده الاتش متنطقتش واكس مورنيم اللي هو ما اسمك اه حاجانا بحقول اي ام اي اسم طبعا الي اي ام يعني انا اكون اي ام يعني انا اكون اي ام يعني انا اكون الي وسامة احمد محمود اي اسم اسماء اي اسم كان اسم الطالب اضربوا عليه في المنطقة دي يعني انا هغير الاسم ده وحكت الاسم الطالب اللي هو موجود عندي اي ام كزا طيب هنا من المناسبة انا براجع على الصوت حرف الاي هو في حالته شورت فاول وهنا بيديني اع صوت حرف الاي في الشورت فاول بتاعه واحا وحيقول اع ام وحي انطقها معا بعض انطقة ورايا ام اا او ام بالقل بيقول ام طيب او ام او ام او 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 راجع على بديّ اصوات ام اا اع نم او اعت او ارو ح فخم الصوت هنا مع الاوار طيب نكمل كده كلمتنا هنا لو نلاحظ ال-L وراها ال-A هنقول ايه لع هنا ال-B أصحابي مش هتنطل عشان هنا جاية ورا حرف ال-L فال-M لما بتيجي وراها ال-B ال-B لا تنطق هنقف عندي ال-M و هنقول ايه لع لع اللي هو الخروف الصغير لع اللي هو الخروف الصغير طيب هنا السي طبعا هنحنihinطقها ك طيب هننطق كده مع معا ك A N كان اللي هي ممكن يستطيع وممكن تيجي بمعنى كلمة قلبه صفيحة قلبه حديد اللي هي بتاعت الذين F F O A N fan F اللي هي المروحة نكمل مع بعض الاف هنا هتتنطق ف والاي او ت فات فات يعني سنين او تخين مات اللي هي السجابة وهنا السي هتتنطق عشان جاي وراه الحرف الاي هتتنطق ك يبقى كات اللي هي القطة هنا السي وراه الاي هتنطق ك كا 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 كار الاف ف والاي ا والار ر طيب اصحابي كده احنا رجعنا على صوت اللي هو الاي في حالة الشورت او الشورت اي ونطقناها ا ا ا ا طيب اعود الطالب او الطرف ان هو مثلا هنا الكلمة انا هكتبها طبعا بلون واحد تمام هقوله اعملي سيركل على الحرف المتحرك الموجود في الكلمة فهو هيعملي بالطريقة دي من هنا انا هدربه ازاي يدور على الحرف الفاول اللي في الكلمة طيب سوات حرف الاي ه Four هاي متخلف معا اي لو جاه في ال�اخر هنا حرف الي ا طيب هتنطق ع ولا هتنطق اي يا مس لا هنا هتنطق اي هيرجع صوت الحرف لاسمه احنا بنسميه اي لكن احنا بنقول صوته الشورت اللي هو اع طيبا لنطقب كده في الكلمة هنا هنشوف الاختلافات هنا هنقول ايه كار كار ركز معي في الصوت وقل ورايا كار ا ا ا ا ا ا ا ا ر هنا بصوا اسمعوا هنا السي والاي والار والكلمة اخرها ايه اهو الكلمة اخرها ايه مش هتتنطق كار هتتنطق ايه بقى هنقول ايه كار 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 ا 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 مات مات اللي هي سجادة ما ا ا ا ا هنا مي مي ميت هنا فا فا ا ا فيت فيت وبكده اكون خلصت معكم اللي هو الفرق بين الشورت فاول واللونج فاول الصوت في حرف الطويل وهنا اوضح للطالب الصوت هنا لما يبقى هتسمعه لما يبقى هتسمعه اي تاني يبقى هتسمعه اي ا اما هتسمعه اي وبكده نكون فرقنا من الطالب بين الصوت الحرف الشورت وصوت الحرف اللونج يعني هنا ده شورت شورت اي اما ده اللي هو صوت لونج اي لان الصوت الحرف بيرجع لاسمه تاني حرف الاي هيبقى زي الصوت هنا هيبقى اي لكن هنا ا هنا ا هنا ا وهكذا ندرب الطالب على الاسوات دي ويبتاعنا الاولاني اللي هو اللي هو ما اسمك وندربه انه هو يجاو اي ام ويقول اسمه بعد كده ويتعود عليه وكده اكون خلصت معاكم الفيديو بتاع النهاردة اتمنى لو اعجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة عشان يوصيكم كل جديد القاتم على خير ووي باي